أهلا بكم مشاهدنا الكرام إلى عدد جديد ومتجدد من حديث الصحافة وأبرز ما تضمنتها الصحف من أخبار وطنية ودولية نستهلها كالعادة بالجرائد الوطنية ومن جريدة المساء وفي صدر صفحتها نقرأ الأجور والقدر الشرائية أولوية ولا تبذير للمال العام الأفضلية للمشاريع الشعبية والمشاريع قيد الإنجاز والاستثمارات المنتجة وجاء في تفاصيل هذا المقال فصلت وزارة المالية في التوجهات العامة للمشروع التمهيدي لقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2024 بالإضافة إلى الاقتراحات الميزانية للفترة 2026-2024 مشيرة إلى استقرار الوضعية الاقتصادية وتحسن مداخيل صدرات المحروقات إلى أنها في الوقت نفسه شددت على التزام الحذر والصرامة عند استشراف الالتزامات الميزانية والتركيز على نفقات المستخدمين والتعويضات والتحويلات لفائدتي العائلات بهدف ترشيد النفقات ومحاربة التبذير وعقلنة نفقات الأباء المتعلقة باستهلاك الكهرباء والغاز والماء والاعتمادات الخاصة بالمحاضرات والملتقيات وحسب المذكرة فإعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة استقرار الوضعية الاقتصادية مع تعزيز مداخيل المحروقات ما ينبئ بانتقال نوعي وملحوظ للإنعاش الاقتصادي مؤديا في النهاية إلى تنويع مصادر القيمة المضافة لثروة والمناصب والشغل كما جاء في هذا المقال إلى جريدة أخبار اليوم التي عنونت في مقال آخر خلايا لمطاردة السائقين المتهورين عبر الطرقات بهدف توقيفهم واتخاذ الإجراءات اللازمة حيث استحدثت قيادة الدارك الوطني خلايا لمطاردة وملاحقة السواق الذين يقومون بالمناورة الخطيرة عبر الطرقات بهدف توقيفهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم نظرا لما يشكلونه من خطر على أنفسهم وباقي مستعملي الطريق حسب ما أفاد به أمس السبت بيان لذات المصالح وأوضح ذات المصدر أن هذه الخلايا تعتمد على أناصر المفاجأة التمويهة الديناميكية والسرعة في التدخل والمرونة في العمل لوضع حد لمثل هذه التصرفات وأضاف أن كل هذه الإجراءات ترمي إلى التقليل من حوادث المرور والقضاء على هذه التصرفات غير قانونية التي تشكل خطرا على مستعملي الطريق وتتسبب في حوادث مرور خطرة إلى جريدة المشوار السياسي وفي عنوان آخر قالت الجزائر حريصة على استقداف كفاءتها في الخارج نحو إطلاق مشروع يجسد مشاركتها ميدانيا حيث أكد المدير العام للكفاءات الوطنية بالخارج بوزارة الشؤون الخارجي والجالية الوطنية بالخارج محمد السعودي في مدخلة خلال افتتاح الندوة الوطنية الأولى للكفاءات الجزائرية العالية المقيمة بالخارج أمس بالعصيمة المنظمة من طرف النادي الجزائري للتميز والكفاءات العالية تحت علوان الكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج دعامة التنمية الوطنية حرص السلطات العليا في البلاد على استقطاب الكفاءات الجزائرية بالخارج باعتبارها رأس المال الأعظم والمصدر الذي تنهل منه البلاد لنقل العلم والخبرات والمعرفة وكشف عن التحضير يقول المقال لإطلاق مشروع تعاون يجسد مشاركة الكفاءات الجزائرية في الخارج على أرض الواقع حسب اختصاص كل فئة ليتولى بذلك المجتمع المدني مكانته الحقيقية في التعاون مع الجهود الرسمية يقول كاتب هذا المقال إلى جريدة أفريكا نيوز التي عنونت في مقال آخر وفد من المحهد النيجري للدراسات السياسية والاستراتيجية في زيارة إلى الجزائر ابتداء من اليوم الأحد وإلى غاية الواحد والعشرين من شهر ماي الجاري وسيشرع وفد هام من المحهد الوطني النيجري للدراسات السياسية والاستراتيجية في زيارة إلى الجزائر ابتداء من اليوم الأحد الرابع عشر من شهر ماي إلى غاية 21 ماي حيث تتضمن الزيارة برنامجا ثريا ومكثفا يشمل زيارة العديد من المشآت والمشاريع عبر عدة ولايات وتنظيم ندوات حول مواضيع تتعلق بالصناعة والطاقة والبيئة حسب معالمة لدى المحاد الوطني لدراسات الاستراتيجية الشاملة وسيقوم الوفد النيجري في هذا السياق بزيارة أكثر من 40 موقعا موزعا على 11 ولاية في الجزائر وتدخل هذه الزيارة التي تشكل سانحة لتبادل الأراء والخبرات بين الوفد النيجري والمسؤولين والخبراء الجزائريين في إطار تعزيز التبادل بين البلدين والذي يتميز بمشاريع هامة للتعاون يقول المقال إلى جريدة المغرب الأوسط التي عنونت فيما يخص الأحوال الجوية أمطار الربيع كيف يتأثر الموسم الزراعي والفلاحي استمرار التساقط اليوم بكميات يمكن أن تتعدى 50 مليمتر حيث تشهد عدة ولايات شمال ووسط البلاد تغير في حالة طقس تميزت بتساقط أمطار رعدية غزيرة وكذا برد وهبوب رياح في بعضها يقول المقال في وقت يتم فيه التحضير لإطلاق حملة الحصاد في بعض الولايات وقال الخبير الزراعي وعضو الاتحاد الوطني لمهندسين الزراعيين حمزة ماليك كما جاء في هذا المقال في تصريحه للمغرب الأوسط أن الأمطار المتساقطة هذه الأيام وبكميات مهمة على عدة ولايات من الوطن لن تفيد المحاصل الزراعية الكبرى على اعتبار أنه لا يمكنها أن تعيد النشاط الحيوي للنبات ويضيف لكنه سينفع بعض الحواجز المالية المائية وسقي بعض المزرعات والأشجار التي هي في حاجة للأمطار كما سيرفع من منسوب السدود وكذلك المياه الجوفية إلى المواقع الإلكترونية الوطنية والبداية بموقع النهار أونلاين الذي عنوان رئيس الجمهورية يعزي في وفاة رئيس المجلس الدستورية الأسبق الطيب بالعيز حيث قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس السبت تعزيه لعائلة الفقيد طيب بالعيز الذي وفته المنية صباحة أمس في وهران وانتقل إلى رحمة الله أمس السبت رئيس المجلس الدستورية الأسبق طيب بالعيز عن عمر نهز 75 سنة كما ورية جثمان الفقيد الثرى بعد صلاة العصر بمقبرة العين البيضاء ويعد الطيب بالعيز يضيف المقال من مواليد 1948 بمغنية بولاية تلمسان وبدأ مسيرته المهنية بوزارة الخارجية ليلتحق بعدها بسلك القضاء الذي تدرج فيه على مدار أزيد من 25 سنة في عدة وظائف على غرار رئيس لمحاكم يوهران والسيد ابن عباس ومستشارا بالمحكمة العليا رحم الله الفقيد وإن لله وإن إليه رجعون في مقال آخر على موقع النهار أونلاين نقرأ فيه فيما يخص الشأن الطربوي انطلاق امتحان الباك بلون اليوم الأحد حيث يجتاز بداية من اليوم الأحد التلاميذ المترشحون لامتحان الباكالوريا اختبارات الفصل الثالث أو ما يسمى بالباك بلون لمدة خمسة أيام وهذا بنفس إجراءات الامتحان الرسمي حتى يتم تحضير التلاميذ نفسيا للامتحان الرسمي وحسب المعلومات المتوفرة فإن المؤسسات التربوية خاصة في الطور الثانوي قد استكملت البرنامج الدراسي بنسبة مئة في المئة وهو ما يسمح بمراجعة مريحة للتلاميذ خاصة وأن الموسم الدراسي الحالي لم يشهد إضرابات بفضل سياسة الحوار مع الشركة الاجتماعي التي انتهجتها وزارتها التربية بقيادة الوزير عبد الحكيم بالعابد يقول كاتب المقال إلى موقع الشعب أونلاين الذي عنونا منصة رقمية للاستعجالات الطبية والجراحية بقسنطينة حيث أطلقت مديرية الصحة والسكان بولاية قسنطينة منصة رقمية خاصة بالاستعجالات الطبية والجراحية حسب ما كشفت عنه المديرية أمس السبت وأوضح المدير الولائي للصحة والسكان عبد الحميد بوشلوش في تصريح لوكلة الأنباء الجزائرية أن الأرضية الرقمية الخاصة بالاستعجالات الطبية والجراحية مكونة من شبكة تعمل على تنظيم وتوجيه وتتبع المصاري العلاجي للمرضى بقطاع الصحة عبر الولاية ويسهر على التحكم التقني لهذه الأرضية حسب المسؤول ذاته طاقم طبي يتكفل باستقبال المكالمات الهاتفية عبر الرقم الأخضر المجاني 3030 يتم بعد ذلك توجيه المريض من خلال معايير محددة حسب ضرورة الاستعجالية للحالة ومقر الإقامة والعديد من الأمور التقنية الأخرى يقول المقال موقع الخبر أونلاين عنوانا توقيع اتفاقيتين جديدتين لتمويل المشاريع في الجزائر حيث تم أمس السبت توقيع اتفاقيتين للتعاون ودعم المؤسسات الجزائرية في مجال تمويل المشاريع التجارة وتصدير بين مصر في السلام الجزائر ممثلا في مديره العام ناصر حيدر والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وكذا المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ممثلتين برئيسهما التنفيذية الدكتور هاني سالم سنبل وحسب بيان للمصرف فقد جاء هذا على هامش الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية المنعقد بجدة من 11 إلى 13 ماي 2023 حيث سيستفيد مصرف السلام الجزائر من خبرة ودعم المؤسستين التابعتين لبنك التنمية الإسلامي لمرافقة متعامليه والشركات الجزائرية الراغبة في الاستثمار وتطوير مشاريعها بالجزائر إلى موقع السبق برس الذي عنونا تنظيم الطبعة 18 لصالونة دولي لمعدات وتقنيات وخدمات المياه حيث تقام الطبعة 18 لصالونة دولي لمعدات وتقنيات وخدمات المياه في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 ماي الجاري بقصر المعارض السنوبر البحري بالجزائري العاصمة وأشر بيان الجهة المنظمة أمس السبت يقول المقال أن الطبعة 18 ستكون مرة أخرى ديناميكية للغاية مع 60% من الشركات الجزائرية من رواد السوق بشكل أساسي وسيعرف المعرض مشاركة العديد من المؤسسات الدولية ممثلة في 12 دولة على غرار تركيا، فرنسا، الصين، البرتغال، هولوندا، روسيا، إيطاليا، ألمانيا، البرازيل، سويسرا، الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة في الشأن الدولي عنوان الجزائر الآن عطاف ونظيره الكوبي تبادلان وجهات النظر تحضيرا للقمة المقبلة لمجموعة السابعة والسبعين لزائد الصين حيث تلقى وزير الشؤون الخارجي والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف أمس اتصالا هاتفيا من قبل نظيره الكوبي برونو إدواردو رودريغاز باريلا وبهذه المناسبة قام رئيسات دبلوماسية البلدين بتقييم مدى تنفيذ القرارات والتوجيهات التي انبثقت عن المشاورات بين الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس ميغال دياس كانيل بمناسبة زيارة العمل والصداقة التي قام بها هذا الأخير إلى الجزائر في نوفمبر الماضي كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول التحضير للاجتماعات الثنائية المقبلة وكذلك حول القمة المقبلة لمجموعة السبعة والسبعين زائد الصين التي ستعقد في هافانا يومي الخامس عشر والسادس عشر من شهر سبتمبر المقبل إلى الصحافة الدولية والبداية بموقع الحرة وفي شأن التركي عنونا الأتراك يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حيث افتتحت مراكز الاقتراع في تركيا أبوابها أمام الناخبين في ثامنة من صباح الأحد للتصويت في واحدة من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأكثر أهمية في تاريخ البلاد الحديث الممتد لمائة عام يقول المقال والتي تشكل تحديا جديا للرئيس رجب طيب أردوغان بعد عشرين عاما في السلطة وفتحت مراكز التصويت أبوابها في ثامنة صباحا على أن تغلق في الخامسة مساء وفقا لوكالة الأناظول وتنتشر في عمومي البلاد أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع حيث يدل نحو 60 مليون و 600 ألف ناخب بأصواتهم من ضمنهم نحو 4 ملايين وتسعمائة ألف ناخب يشاركون لأول مرة لاختيار رئيسي البلاد لفترة تمتد خمس سنوات إلى جانب اختيار أعضاء البرلمان يقول هذا المقال إلى موقع الانديبندنت عربية وفي شأن السوداني عنونا القتال يتواصل في السودان والمحادثات تستأنف اليوم حيث تتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم فيما نقلت وكالة ريترز عن دبلوماسي سعودي كبير قوله أن ممثلي طرفي الصراع سيظلون في جدة وسيستأنفون المحادثات اليوم الأحد حول كيفية تنفيذ إعلان جدة الذي تعهد فيه بحماية المدنيين والسماح بعبور المساعدات الإنسانية وقال المصدر أن المفاوضات ستركز على خطة لتسليم المساعدات الإنسانية وضمنات فتح ممرات آمنة وإخراج القوات المسلحة من المناطق المدنية كما أشار إلى أن السعودية دعت قائد الجيش عبد الفتاح البرهان للمشاركة في قمة جامعة للدول العربية المقررة في التاسع عشر من مايو الجاري في جدة إلى موقع الجزيرة الذي عنونا 33 قاتلا في هجوم شنه مسلحون على مزارعين في بوركينفاسو حيث قتل ما لا يقل عن 33 شخصا في ولاية بوكل دوموهان في بوركينفاسو وفقا لما أعلنته السلطات وقال حاكم الولاية بيار باسينغا أن مسلحين فتحوا النار على مزارعين في قرية يولو بمحافظة شيربا وأكدت مصادر محلية أن مسلحين على الدراجات النارية أطلقوا النار عشوائيا على المزارعين ووصف الحاكم الهجوم في بيان بالإرهابي والجبان والوحشي وأضاف المسلحين استهدفوا المدنيين المسالمين الذين كانوا يزرعون على طول النهر مشيرا إلى أن العدد الأولي للقتل بلغ 33 ويخضع جزء كبير من البلاد بما في ذلك أجزاء من منطقة بوكل دوموهون الغربية لحالة طوارئ منذ شهر مارس الماضي وسط سعي الحكومة لمكافحة الهجمات المسلحة كما جاء في هذا المقال إلى موقع سكاي نيوز عربية الذي عنونا الصين تضع استراتيجية حبوب صارمة لتأمين الغذاء حيث اتخذت الصين خلال الفترة الماضية خطوات حثيثة لتأمين الغذاء لديها خوفا من اندلاع صراع عسكري أو تغيرات مناخية تؤثر على سلاسل إمداد الحبوب لديها مع وصول حجم الأراضي الزراعية الخصبة التي تزرعها الصين إلى 295 مليون فدان والذي يعد خفاضا للحد الأدنى لحجم الأراضي الصالحة للزراعة وأعلنت بكين حالة الطوارئ وأطلقت استراتيجية الحبوب التي تهدف إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المزارعين لضمان سلامة توريد الحبوب وجاءت هذه الإجراءات بعد أن أصبح أكبر مستورد زراعي في العالم مضغوطا بشكل متزايد لتحسين الاكتفاء الذاتي وسط توطرات الجيوسياسية المتزايدة مع الولايات المتحدة يقول المقال وفقا للبيانات التي تم الإدلاء بها في مؤتمر صحفي لمجلس الدولة إلى موقع الشرق للأخبار وختاما بالتكنولوجيا عنوان أمريكا اختراق يؤدي لتسريب بيانات 237 ألف موظف حكومي حيث تسببت عملية تسلل الإلكتروني استهدفت وزارة النقل الأمريكية في الكشف عن المعلومات الشخصية لما يصل إلى 237 ألف من موظفي الحكومة الاتحادية الحاليين والسابقين واستهدف التسلل أنظمة معالجة مستحقات برنامج ترانسارف للنقل الذي يسدد بعض تكاليف الانتقالات الموظفية الحكومة ولم يتضح إذا كان أي من المعلومات الشخصية للموظفين قد استخدم لأغراض إجرامية وأخترت وزارة النقل الكونغرس يوم الجمعة في رسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها وكالة رويترز أن تحقيقها الأولي في اختراق البيانات خلص إلى أن التسلل اقتصر على أنظمة معينة في الوزارة تستخدم في مهام إدارية مثل معالجة مستحقات انتقالات الموظفين وبهذا الخبر مشاهدين الكرام نصل وإياكم إلى ختام جولتنا عبر الصحف لنهاري اليوم شكرا على طيب المتابعة السلام عليكم